مستر لسارتي اتطمن في التمرين على لاعب مهم مستر سوارش مستر ريكاردو سوارش اتطمن في التمرين على لاعب مهم أحمد عبدالقادر راجع أحمد من إصابة تقريبا ما شافهوش سوارش قبل كده النهاردة دخل لأول مرة في التمرين أدى تمرينة كويسة الدكتور أحمد أبو عبلا اتطمن عليه من الناحية الكاملة وهيواصل أحمد عبدالقادر التدريبات في اليومين 3 اللي جايين عشان يكون تحت أمر الجهاز الفني ياسر إبراهيم كمان المدافع اللي كان غايب أيضا المباراة الأخيرة للإصابة قدت تدريبات في الجيم وقرب ينتهي من مرحلة التأهيل من الإصابة في العضلة الأمامية وطاهر محمد طاهر اكتفى بجلس التأهيل في الجيم على هامش البران والدكتور أحمد أبو عبلا قال إن طاهر كان اشتكى من كدمة في الرجبة اتعرض لها في مباراة الجونة الأخيرة وإن المقرر يخضع لفحص طبي قبل المرام بتاع بكرة عشان يحدد موقفه طاهر بيبزل موجود كبير جدا الفترة اللي فاتت واللعيبة اللي الناس عمال تنتقد فيها الواحد وراء التاني ارجعوا كده بالذكرة شوية وشوفوا كل الناس كانت بتقوليه على اللعيبة دي وهي بتلعب كاس العلم للأندية بتجيب برونزية كاس العلم للأندية مرتين على التوالي بيواجهوا أقوى أندية العلم وكانت كل الناس بتشيد بهم وتمتدحهم ودلوقتي يقولك لعيبة ما تلقش بالأهل اللي حصل ده مين اللي عمله مين اللي عمل كل اللي فات فيه أخطاء قلتلكوا فيه أخطاء فيه تأصير فيه تأصير وفيه أسباب يا أستاذ إبراهيم ليها أسباب فيه أسباب يعني أنت أحيانا تقصر مش لأنك عايز تقصر أو لأنك مهمل لأنك مش قادر أو قادر بس بتاخد قرارات غلطة على فكرة المباراة اللي فاتت دي هي مباراة قرارات الخطيئة واسموحة القرارات الخطيئة وأنت عندما تكون مش فيه كامل ليقطك النفسية والبدنية ما تعرفش تاخد القرارات السليمة هنتكلم بالتفصيل في الفقرة بيرستاو والويس ميكسوني بيواصلوا أيضا المراحل التأهلية من الإصابات اللي مروا بها تحت الشرف الدكتور طارعب عزيزة خصائي التأهيل ميكسوني بيعاني من جزع في الروباط الداخلي للرجبة وبرستاو عنده ألام في العضلة الأمامية بيرستاو يمكن قدام منه أسبوعين بالضبط ويكون داخل التمرين إن شاء الله ده بالنسبة لأخبار الأهلي بالنسبة لربطة الدوري الممتاز الرابطة انضمت للربطة الدولية للدوريات المحترفة عملت امبارح بروتوكول مع ربطة الإمارات واحتفلت برئاسة الأستاذ أو النائب أحمد دياب بانضمامها إلى الدوريات المحترفة وده تطور كويس طالبنا كتير جدا بوجود رابطة للأندية المحترفة هي اللي تدير الدوري وهي اللي تكون معنية به نتمنى تفعيل ألياتها أستاذ إبراهيم الفترة اللي جاية أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي خير من أن لا تأتي نحن تصور نحن اللي بنسعد الوقت للناس اللي كانت يعني بدأت بعدنا كرة القدم لكنها سبقاتنا في التنظيم ودي خطوة يعني تحسب وتخليك تأمل خير في مستقبل الكرة لفضلة الربطة على هذا التوجه في التطور نتمنى إن شاء الله الاتحاد المصري لكرة القدم بعت للاتحاد الأفريقي أسماء الأندية اللي هتشارك في الموسم القرى الجديد الأهل والزمالك في دوري الأبطال وبرامز وفيوتشر في دوري أو في الكون فدرالية تم اعتماد هذه المشاركة وفقا لنتائج الدور الأول من الدوري